بين الرمال الصحراء ورياحها العاتية في مديرية عبس محافظة حجة خرج هؤلاء السكان يحملون ما استطاعوا من أمتعتهم على ظهورهم أو على المركبات تاركين مساكنهم وراء ظهورهم فراراً بحياتهم من اعتداءات وقصف الميليشية الانقلابية قصف عنيف موجه على عدد من القرى في بني حسان مديرية عبس من قبل ميليشية الانقلاب والتطرف الحوثي التابعة لإيران تسبب بأكبر موجة نزوح جماعياً للسكان الذين فروا بأنفسهم وأطفالهم الإحصائيات الأولية تشير إلى نزوح أكثر من خمسمائة يسرة من قرى الأكوع والخادمة وبني كديش والأباكرة نحو المناطق الآمنة في مديرية حيران وميدي ما نازحنا من بني حسان إلا من الضرب يعني من مدفع من بندق من رشاش من أي حاجة خيفنا على العوائل وما خرجنا إلا خوف نحن نازحين من بني حسان وكان نعاني من بطشات الحوثي والنعاني يعني ما أشد المعانا في المواد الغذائية كان ما يوصلوا لهاش لنا ويدن لنا أي حاجة وأولادنا ما يشلونهن وشي يسكرونهن يعني يا جبرياً واليوم الحمد لله من فضل الله يعني أنقضونا استهداف المدنيين ومساكنهم نهج إنقلابي اتبعته الميليشيا الحوثية الإرهابية في كل مناطق ومدن اليمن غير مكترثة بالقانون الدول الإنساني وبالقوانين الإنسانية التي تحرم استهداف المدنيين وتعريض حياتهم للخطر الجيش الوطني وتحالف دعم الشرعية ولليوم الخامس على التوالي يتحاشون التوغل داخل القرى والمناطق المستعمة للسكان في مديرية عبس خشية تعريض المدنيين للخطر فيما الحوثيون الإرهابيون اتخذوا منهم دروعاً بشرية محمد الحذيفي الإخبارية